دايماً بيقولوا المسرح ده يعني من الفنون العظيمة اللي هي عاملة كده زي اللعبة الجماعية لازم كل العناصر فيها تبقى شطرة الديكور والموسيقى والممثل والنص والأغاني انت بطل انت مخرج العرض صحيح؟ قولي بقى ازاي قدرت تعمل التوليفة دي سريحة؟ والله هو أنا أصلاً بمثل في فريق التمثيل في كلية الحقوق جامعة عين شمس وكل سنة بيحصل انه في مهرجان مواصل لجوم المسرح الجامعي فأنا كنت حابب موضوع الاخراج وعادي أجربه وكده هذه ده أول تجربة إخراج ليا فبدأت ان انا أدور على نص مناسب علشان خاطر ان العدد بتاع الممثلين بيكون ست ممثلين بس مش أكتر فكنت بحاول أدور على النص اللي هو يناسب العدد القليل ده وبالتالي وفي نفس الوقت انه هو يخلي كل واحد فيهم مظهر أكتر يعني خلي كل واحد فيهم لي دوره من شكل كبير فالحمدلله لقيت النص يعني ورسيت على الممثلين ربنا كرم يعني الحمدل طيب فادي لما بتاديت تقرأ بقى النص وبتاديت البروفات بتاعكو على المسرح احكيلي الشخصية نفسها انت ازاي بتحضر لها انت ازاي بتشوف الورق نفسه ازاي بتقدر تترجمه لشخصية ظهرة والمسرح صعب ده أبو الفنون صعب جدا خاصة كمان في الجامعة أصعب وأصعب بالمناسبة حقيقة انا لما عبر حمدلن عرض علي النص قريت الدور بصراحة حسيت ان هو مختلف جدا لان هو بي الشخصية بتختبر تبوني الدور؟ هو الدور عبارة عن ان هو اب عنده بنت صغيرة بيحتفل بعيد ميلادها وهو يعني عنده ظروف ان هو مش لقي شغل فبيجيله عرض شغل حد بيجيله كده شخص غريب الاطوار جدا بيكرر ان هو يمضيه على شغل الشغل ده عبارة عن ان هو اختبارات اربع اختبارات هيعديهم وياخد مبلغ كبير جدا فهو الاب بالاسف هو زوء اخلاق جدا وما بيحبش يعمل شغلة مش نضيف ما بيحبش ياخد رشوة ما بيحبش يعمل حاجات دي كلها لكن هو بيضطر ان هو يمضي لان هو مستقبل بنته ومستقبله فبيوافع على الاختبارات وبيقول الاختبارات مش مش مشكلة يعني بيكتشف ان الاختبارات دي بتبقى اغلبها نفسية بتخليه يعني ويطلع مشاعر سيئة جواه فيه شخصية بتظهله بتوعه تسأله شوية اسئلة ولما بيكذب بتضربه فبيبتدي يتعصب وبعدها غصب عنه بيجاوب على الاسئلة دي فبيحس بالذنب وبيحكي سر عن عيلته وبعد الثالث اختبار بتجيله فتاة فبيضطر ان هو يتهجم عليها لان هو عايز ينقذ بنته وهو بيستفزوه بطرق مختلفة وفي الاخر بيضطر ان هو يوصل للقتل ان هو يقع تحت ضغط ان فيه شخص بيجيله بيحاول يقتله فهو بيدفع نفسه بقتله فهو عدى بالمشاعر دي فبيطلع من الاختبار شخصيا ده كمية وكمية يعني مفروض ردود افعال او مش عارفة مش المصطلح انفعالات وردود افعال ومشاعر بتخرج من الشخصيات مختلفة جدا وتدرج رهيب بصراحة فهو ده اللي جذبني ان انا اوافع بصراحة على الدور ازاي بذكر الشخصية انا بقرأ الدور كويس جدا الاول وبعد كده افهمه كويس جدا وبعد كده بشوف المشاعر دي على الانسان بقعد ادهار عليها وبشوف امثلة وبشوف نمازج ورفرنس مثلا قديمة من افلام ومسلسلات وكتب الحاجات دي كلها لحد ما توصل مثلا لطبيعة الشخصية بالمشاعر اللي بيعيشها بالانفعالات اللي بيطلعها وهكذا يعني لحد ما بتوصل للدور الحقيقي التيمة دي هي يعني تيمة اخلاقية زي كده تيمة ارض النفاق يعني الصح قريبة منه الاختبارات النفسية اللي بيعدي بها الانسان علشان يظهر بالضبط معدنه ما بين الصح وما بين الغلط بالضبط انا عايز عرب بقى تأثير ده على طلبة الجمعة كنعمل ازاي اكيد كان فيه ردود افعال وردود الافعال دي سيبك بالجوائز يعني هي الجايزة الحقيقية هو الجمهور طبعا ايه صح كده ايه طبعا والله هو وقتها كانت الناس منبهرة جدا بالعرض عارض اخلاق في رسالة حالو وفي نفس الوقت هم حطوا نفسهم مكان فادي علشان هو دلوقتي انا هو شخص صاحب مبادئ اصعب اخلاق وكل حاجة فلو الشخص ده حطيناه تحت ظروفه تحت ضغط هلا يتنازل عن مبادئ دي ولا لأ فبالتالي اه حصل فده بيحصل في يومنا العادي جدا اصلا ان احنا ممكن فقط ما ان احنا نتنازل عن حاجات كتير اوي في اسلوبنا واخلاقنا علشان خاطر احنا نحطينا ده حطي ضغط او يعني اتطرينا ان احنا نعمل حاجة سيئة بس